وضعت بصمتك على مسلسلين تاريخيين من أهم ما قدمت الدراما العربية والمصرية مسلسل جودر ومسلسل الحشاشين المسلسلين كان لهم ردود فعل كبيرة وقوية جدا منذ طرح البرومو وعرض أولى حلقات المسلسلين هل كنت تتوقع ردود الفعل هذه؟ لا ما كنتش توقعها لها بالحال منها بصراحة خصوصا من المنطقة دايما القسم بتاعنا كبردوشن بيزينر أو الدكورة عموما ما كانش دايما في خلف ورق كواليس الناس بتفتكروا لقيشان بتتوحد مع الشخصيات فما بتحسش دايما بالجزء ده فاللي يبقى ردود الفعل كده دي حاجة بسطنة جدا بصراحة ولكن هذه المرة لأنه العمل تاريخي ومن قبل ما نبتدي الحلقة كنت بتكلم مع حضرتك وبقولك أنه أحنا متشوقين لرؤية أعمال تاريخية أنتجت مصر عديد من الأعمال وإنما هذه المرة العمل كان مميز فالكل يوجه النظر غير الرؤية الفنية للمخرج وغير السكريبت والقصة كذلك الدكورة الأهمية في هذا العمل والحمد لله لو تكلمنا في البداية حنتكلم على مسلسل الحشاشين لو عدنا إلى كواليس هذا العمل منذ بدايته كيف عملت على هذا العمل منذ اللحظة الأولى؟ العمل كان من اللحظة الأولى موتر جدا جاء أول ما المتحدة كلمت كلمت بيتر ومعنى صدر عبد الرحيم كمال طبعا كتابة أنا بقيت حابب المشروع جدا بس متوطن من الفترة التاريخية للنهاية فيها تضربات كتير وفترة كلها عكس بعضة حتى في الكتابة يعني أو في الحاجات اللي بتوصل لنا منها فأعدت مع بيتر ومعنى صدر عبد الرحيم بس الحمد لله يعني كمان التيم بتاعنا أنا وبيتر وحسين وكل الناس الموجودة دي الناس بقالها مع وقت فترات كبيرة قبل كده فأعدنا نحضر وبعدين اتفقنا على الحاجات كتير وبعدين ابتديت أروح للمناطق بتاعت الدراسة أكتر في تخصصي وازاي حسوق الموضوع في كل حتة وكل عالم اللي هيحصل لأن أنا كان عندي أجزاء كتير كان عندي منطقة أصفهان ومنطقة السمرقند ومنطقة الفاطمين والألعة يعني العوالم كمان كانت كتير عليها كل هذه العوالم هي هناك كان هناك في المسلسل هذه العوالم التي تكلمت عنها في طياتها كانت مختلفة بين قوة مصر قوة الشدة المستنصرية وكذلك قلعة الموت حتى سمرقند وحتى أصفهان طب كل هذه العوامل كيف عملت على خلقها على الإبداع فيها على التركيز على أدق تفاصيلها في تنفيذ ديكارة هي الفكرة في التاريخي هموما بيبقى صعوبته اللي دايما بتبقى أنتي محتاجها الرفرنس كتير وبتحتاجها المراجع كتير عشان تعرف تجيبي أدق التفاصيل لأن التفاصيل هي أساسك التاريخي فعشان تجيبي ناس بتعيش عشها يومية وفيه زي ما يقوله دم ولحم في الشخصيات ما تحشيتش الحاجات كده كانتها أصور بالنتصور فيها فأنت محتاجت تشغلها على تفاصيل كتير جدا فكرة كلها أني عما بتجي تعمل ده لازم يا فيه جزء من الخيال داخل معاكي وتدريس التاريخ كويس البنطقة بتاعتنا كان التاريخ فيها ضايع شوية فكت لازم أرجع شوية الورا حوالي متين سنة تلتونين سنة أنا أشوف إيه اللي بيحصل أعرب للموضوع وتقدم شوية متين مية وخمسين سنة قدام برضو أعرف أخد منهم حاجات عشان أبقى أعرف أربط الفترة يعني أحس بكل حاجة جواها المشكلة اللي حتى في التاريخي لما نجي نحس ببعض بيبقى في مشكلة جبيرة جدا أني أنت أنا ملزم أعيشك الفترة دي وأرجعك في زمنها بس أنا وإنت ما شافناهاش إحنا بناخد التاريخ وبنحاول نديره حكية نجسده بالضبط فدي بتبقى هي الخطر في التاريخ لعني بتيجي كل واحد ممكن يطلع يعرضك في حاجاتي يقول لك لا ده مش من التاريخ ده من التاريخ بس جوا العالم عشان تقدر تبنيه وأنت ما عندك شوية حاجات بسيطة بترجع ليها من أثار موجودة أو كتب أو مراجع أو حاجات من دي لا ده شيء مستهل خالص خصوصا في الفاترات دعاء في زمنها ترجمة نانسي قنقر